نبدأ مع بعض السيكس لينك التريد يعني السيكس لينك التريد يعني صفات مرتبطة بجينز طيب بقولك أثناء تومس مورغان وهو بيدرس الاي كالر كاراكتر في الدروسة فلا انسكت دروسة فلا انسكت لقى ان الجينز بتاعت بعض السوماتيك تريدز بعض صفات الجسدية لقاها موجودة على السيكس كروموسوم يعني هي صفات جسدية بس موجودة على السيكس كروموسوم سماها سيكس لينك التريد يعني صفات مرتبطة بالجينز يعني ايه يعني صفات موجودة على السيكس كروموسوم طيب يبقى ايه هي سيكس لينك التريد سوماتيك تريدز صفات جسدية الجينز بتاعتها يبقى الجين بتاعتها موجودة على السيكس كروموسوم قلنا مين هما سيكس كروموسوم اللي بيبقى في بير 23 بيبقى في الفيميل اكس اكس والميل اكس وان الابيرانس بتاعتها not affected by six hormones مش بيتأثر بالهرمونات الجنسية لكن هي موجودة بس يعني الصفة دي موجودة على الكروموسومات السيكس وكروموسوم لكن مش بتتأثر بال six hormones منهاش ضعو بالهرمونات من الاكزامبلز بتاعتنا في الدرسوفيلا ايقل لون العينين في الهيومن colorblindness عمل الوان هيموفيليا سيولة الدم short sightedness قسر النظر مص الأطروفي دمور العضلات طيب هناخد اول حاجة كل اللي احنا هنشرحه دلوقتي الصفات دي موجودة على الكروموسوم مش موجودة على ال y لشان كده سمناها six linked يبقى كل اللي هنشرحه من اول هنا لحد ما تخلص الكروموسومز بتاعتها موجودة على x y مش عليها كروموسوم طيب هناخد الكروموسومز ريد ان درسوفيلا انسيكت حشرة الدرسوفيلا طيب ال eye color card لون العنين طيب لون العنين اللون r capital ده لون red dominant على r small والwhite color of eye يبقى لون العنين الأحمر red r capital الصفة dominant و r small دي الصفة white color طيب موجودة كروموسومز عمل كروموس white i دي male مع red i دي في male طيب r capital r capital وهنا r small هنا وi ما عليهاش كل الميمبرز طلعين red eye يبقى red color dominant على ال white color عمل الميمبرز بتاع first generation مع بعض طلع series 1 كل ال individual لكن كل ال white eyed individual كانوا ميندلز ويبتدى يكتشف فعلا كان ممكن يعتبرها صفة ميندلز لكن لما لقى كل ال white eyed males ببتدى يكتشف ان دي 6 link اللي يتمنش راحها دلوقتي it would be possible كان ممكن مورجن يعتبر ان ال eye color character ان دي صفلة ان هي ميندلين عشان dominant red color appeared first generation 100% second generation 31 لكن مورجن قلنا لا ان second generation اللي هو 25% من resistive دي لقاها كلها mail مفيش ولا واحدة منها في mail عشان كده بتدى يكتشف ان دي 6 link character ان دي صفة شايلة على x بس يبقى كرموسوم y carry a few genes of them طيب ببتدى مع بعض هنا r capital r capital x احنا هنا طول ما احنا شغالين في 6 link بكتب الميل x y والفي mail x وحطوا فيهم الانوان او التريت الصفة طيب x x دي في mail r capital r capital red i بيو طيب احنا قلنا y مش بتشيل الصفة دي فال y to i d mail عبارة عن r small بس على x قلنا y مش بتشيل الصفة طيب اخد x وهنا r capital هنا x و r small هنا y خدت الاولى مع الاولى x x r capital r small طبعا دي في mail هنا ودي r x y دي mail و r capital يبقى red i دي mail يبقى كل الممبرز red i طيب رجع هنا عملهم crossing مع بعض x x دي في mail r capital r small red i دي mail r capital x y دي mail red i دي mail هناخد الجامعة 16 دي x و r capital x و r small x و r capital y خدنا الاولى مع الاولى x x r capital r capital دي في mail طبعا red i build r capital r capital طيب الاولى مع التانية r capital x y mail red i طيب التانية مع الاولى ما ينفعش نقول r small r capital احنا قلنا الصفة dominant هي اللي بتبتدي الاول r capital r small x x دي في mail red i hybrid r small x y white eyed mail طيب يبقى طالع 3 1 بس قلنا هنا 6 link دي الصفة طالع هنا كلهم mail white eyed طيب نحل حاجات تانية red i mail مع white eyed female طيب white eyed female r small r small x white eyed يبقى r small r small الصفة الرسيس بتيجي بيور r small r small طيب red i mail r x 1 r capital r small x r capital x وار خدنا الاولى مع الاولى r capital r small x دي طبعا في mail x وار capital r small red i hybrid r small x white eyed mail 50% و50% هناخد دولة مع بعض r capital r small x red i female hybrid مع r small x y white eyed mail خدنا الجميط هنا r capital x r small x r small x y خدنا الاولى مع الاولى r capital r small x x دي طبعا في mail red i female hybrid هنا الاولى مع التانية r capital x y red i male التانية مع الاولى هنا r small r small x x white eyed female r x y white eyed male x x x x x x r small x x x x x x x x هنا هناخد السيكس لينك تريد في الهيومن طيب صفات مرتبطة بالجنس بس في الهيومن احنا كنا اللي خدناها تدره صفلة حشرة تدره صفلة اللي خدناها قبل كده الاي كولر بتاعها اللون الريد دومينانس على اللون الواي وي مش بتشيل الصفة دي أصلا طيب في الهيومن كرموسوم اكس كاري الجين المسؤول عن السم صماتيك تريد اللي احنا قلنا عنه كولر بلايندنس عمل ألوان هيموفيليا بلاد لكويدتي شورت سايتدنس قسر النظر ماسل أطرو في دمور العضلات السيكس كرموسوم واي ان هيومن بيشيل بعض الجين زي اللي متعلقة برضو بصماتيك كاري من غير ما بتبين بريزنس اوف كوروزبنج جين على الاكس زي الجين المسؤول عن الهير على الهير مارجنز في الميلز دي افور إلستريشن ظهور الشعر على حواف الودان في الميلز دي صفة محمولة على الواي بس طيب الفوزر يعني بقى القب هنا في الهيومن بيودي الجينز دي للبنت بس ليه بقى؟ احنا قلنا واي مش بيشي للصفة طيب احنا خدنا في الدرس ان احنا عندنا اما الاسبرم الحيوان الملو يبقى 22 بلاس اكس أو 22 بلاس وي لو وديه مع الاوفم 22 بلاس اكس يبقى تطلع بنت 44 بلاس اكس اكس ولو الاسبرم الحيوان الملو اللي في واي راح مع الاوفم 22 بلاس اكس ها يديني 44 بلاس اكس وي مين يبقى اذا الاب لما بيودي البنت بيورسها بيورسها الاكس مش الواي الواي بيورسه ابنه يعني اللي وصام بتاعه طيب الصفة دي مش متشال على الواي بس يبقى الاب لما بيورس بيورس للبنت بس مش بيورس للأب هنش راح الواي الكلار بلايننس يعني الكلار بلايننس عمل الواي دي جيناتك كيس حالة وراسية عدم القدرة على تمييز الالوان وبالذات الريد والجريد الكيس اوف كالر بلايننس بيسببها ريسيسي في جين متشال على كروموسوم اكس اسمه سي سمول يبقى الكالر بلايننس بيسببها جين متشال على كروموسوم اكس طيب لما كالر بلايننس بيورس تجوز هيلسي ويمان بيورس كل الجينوريشن طالع هيلسي نعمل طيب احنا قولنا احنا طول ما احنا شغالين في الاسيكس لينكد هشتغل اكس اكس و اكس واي اكس اكس دي في ميل و اكس واي ده ميل طب انا بقول ان هي هيلسي موظر يبقى سي كابتال سي كابتال بيورس الفاظر ده انفكتد اهو احنا بنقول انفكتد او عنده كالر بلايننس مصاب سي سمول اكس واي أقرص الجين ده للبنت، ليس للورد colorblinded man اتجاوه 6 carrier للجين مادام هي carrier للجين بقى CXX وهو CXXY عنده colorblind CXX CXX CXXY خدنا الاولى مع الاولى CXX الاولى مع التانية CXXY التانية مع الاولى CXXX colorblinded CXXY colorblinded male زي ما احنا شايفين كده هنا الاب بيورس CX دين الفيميل مش الميل هم بل الولد بياخد منين الصفة من مامته يبقى مهمة الحتة دي الصفات الاب بباصل طب هنا من اللي احنا صرحنا ان الميل عنده اتنين جينوطايبس بس CXXY healthy و CXXY colorblinded عنده عام الاولى ليه ما فيش carrier احنا قلنا ال Y مش بتشيل الصفة دي اصلا طيب الفيميل لها تلاتة جينوطايبس XXC healthy بيور XXC healthy بنعتبرها carrier CXXX colorblinded يبقى البنت حشان تجينها الصفة محتاجة جين من الاب و جين من الاب لكن الولد جين واحد بس بياخده من الاب اهي عمى الالوان لو شخص عارف يميز الالوان دي يبقى ما عندهش عمى الوان هنا 74 وهنا 26 يبقى healthy هيموفيلية هناخد مع بعض الهيموفيلية هيموفيلية يعني سيولة الدم يعني سيولة الدم يعني لو حد اتعور نلاقيه نزف بسرعة نزيف شديد طيب الناس اللي عندها هيموفيلية دي بنخاف عليها لما تتعور لان ممكن يحصل نزيف شديد من الجسم طيب بيقولك الهيموفيلية هينيتك كيسز بتعمل بلود ليكوديتي سيولة في الدم نتيجة ناقص بعض السابوسنس المسؤولة عن البلود ليكوديتي المفروض عندنا ربنا خلق الدم وسط ولا هو سائل قوي ولا هو لازج قوي قوي يعني صلب شوية كده وإلا الدم كان يتجلط عشان كده مثلا الناس الكبار في السن بنديهم دول السيولة حشان بنخاف عليهم من الجلط طيب عشان كده احنا برضو الناس اللي عندها هيموفيلية دي برضو عندها مشكلة افرض اتعور هيروح ممكن ينزف ممكن يصف دم كله فالحالة الهيموفيلية دي بيقولك نتيجة ناقص بعض المواد المسؤولة عن البلود كلوتيني المواد اللي هي بتخلي لو فيه تعويره تقفل بسرعة طيب حالة الهيموفيلية دي بيسببها ريسيسي في جين برضو متشال على اكس من رموز له اتش سمودي هيموفيلية ممكن تقدي الى this الموت وبالذات في the child who the stage لانه لو تعور ممكن ما يلحقش نفسه طفل طيب وين اهل سيمان مارد تو اكاريير ويمان هل سيمان يعني اتش كابتال وقلنا الواي مش بتشيل الصفة دي هتبقى اتش اكس وي طيب اتجاوز ست كاريير ويمان يبقى اتش كابتال اتش سمول اكس اكس ادي الفيميل اكس اكس و اتش كابتال اتش سمول كاريير للجين هنشوف ايلا هيحصل طيب هنا اتش كابتال اكس اتش سمول اكس اتش كابتال اكس هنا وي خدنا الاولى مع الاولى اتش كابتال اتش كابتال اكس اكس دي هيلسي في ميل طيب اتش كابتال اكس وي هيلسي ميل طيب هنا ودي اتش كابتال اتش سمول اكس اكس كاريير في ميل اتش اكس وي هيموفيلك ميل طيب احنا عارفين ان الاب بيورس للبنت مش للولد عشان الواي دي مش عليها الجين أصل أمر الولد بيأخذ من الأم يعني الولد ده اللي عنده هيموفيلي يأخذها من الجين من منطرة طيب احنا هنا قلنا الهيلسي H capital X Y الميل الهيموفيليك في الميل من اللي احنا شرحناه في السيكس لينك التريد لقينا ان هي في الميل اكتر من الفيلي ليه بقى الميل جين واحد او H small y طلح على طيب يبقى واي مش بتشيلها في الفيلي انا محتاج حشان تطلع البنت عندها المشكلة محتاج جين من الأب وجين من الأم يعني اما الأب مصاب والأم كارير او الأب مصاب والأم مصاب يبقى زي ستريدس بير اوف جين اللي اتنين على الـ X عشان كده الفيلي فيها بير اوف سيكس و كروموسوم الميل باصز الجين ده للدوتر مش للسن لانه هو بيؤد بيودي الكروموسوم واي للميل مش الفيلي وبيودي الـ X للدوتر البنات طب اما الامتة الميل يدي للجراند سن الأحفاد الولاد بتوقع عن طريق بنات طب بناته كارير للجين الماظر بتدي للجين للسن ودوت السن يجب أن تحصل على الـ 6-linked rate من الماظر وإذا تحصل على الـ 3-تحصل على دوتر لو من الـ 2-parents زي ما قلت يوم اللي هم الـ 2-parents مصابين أو الأب مصاب والأم كارير الكيس أوف مصاب الأطرفي بيقول لك حالة دمور العضلات دي بيسببها الجين 6-linked recessive gene متشيل برضو على X موجود only two males تقتص الإصابة على الزكور بس أعرضها بتظهر في سن 12 سنة بتعمل جراند والأطرف دمورش جامل العضلات ممكن ينتهي نهو يموت طيب هناخد بقى 6-influenced طيب 6-influenced يعني صفات متأثرة بالجنس يعني صفات متأثرة بقى يعني مثلا الهرمونات الزكورة بتأثر على الصفة دي مثلا تخليها تظهر مثلا في الولاد لو فيه صفة مرتفعة مثلا بهرمونات الأنوسة هي اللي تخليها تظهر مثلا في البنات يبقى دي صفات بتتأثر بالهرمونز طيب genetic traits صفاته رصي their genes are carried on autosomes الجينز بتاعتها موجودة عادي على كرموسومات الجسدية مش على 6-chromosomes ومالهم ما نسمناها 6-influenced حشان بتتأثر بال6-hormones ال-individual 6-acts الجنز بتاع الفر بيعمل modify تحوير في ال-dominancy بتاعت something ازاي بقى هنشوفها ال-action بتاع الجينز ده بيتأثر بالميل او في main 6-hormones يعني جين مع مثلا main 6-hormones هلقص الفظات هنشوفها بقى هنا ده genetic boldness in human الصلة على الوراسي presence of horn وجود الكورون في بعض انواع الكتل المشي هنشرح بقى البولدن في الصلة it is breed among male zen female ليه لان هنا بيتحكم فيها dominant gene مسؤول عن hair falling تساقط الشعر متشل قولنا على autosomes كرموسومات جسدية بس بيتأثر بالmasculinity hormone او male hormones يعني ايه يعني هو موجود على كرموسومات جسدية بس الجين الواحد ده بيتأثر بهرمونات الزكور فبيخل البولدن يصف يبقى مجرد ان one gene بس موجود كافي ان يظهر بولدن الصلع في الم male عشان موجود مسكولاني ت People النسيجر الomasculinity hormone اللي هي هرمونات الزكور لكن الفميلا مش بتظهر غير لما يجبون اتنين جين مع بعض يعني الولد مجرد ان جين واحد طالع في مرحلة البيوبرت السيكس هرمونز بتطلع من السيكس هرمونز بتنتق مجرد ان جين واحد طالع مع وجود المسكولانيTO هرمون تطلع لصفة البولدن الصلع نقولها مع بعض عندك بيور جينو طيب بيبوزتف بيبوزتف لو ميل سفر فروم بولدن صبع عنده صلاة بيبوزتف وجود التو دومينانت جين كمان الماسكلينيتي هرمون اما لو في ميل عندها بيبوزتف بيبوزتف انها تعاني من الهير فونين فساقط الشعر بس من الصلاة نتيجة التو دومينانت جينز بيبوزتف بي هايبرد جينو طيب بيعاني من الصلاة ليه؟ عنده وان دومينانت جين هو واحد بس دومينانت لكن في وجود المسكلانيتي هرمون هرمونات الزكورة بتحفز تأثير الجين ده فتلاقي صفة البولدن الصلاة البنت في البي بوزد بي نورمال هير شعرها عادي ولا حاجة ليه؟ هي عندها وان دومينانت جين بس مش بيقدر يعبر عن نفسه ليه مفيش المسكلانيتي هرمون يبقى بي بوزد بي بالنسبة لفميل نورمال هير بي بي ده نورمال هير هنا ونورمال هير ده الهير فولنج ده البولدنس بي بوزد بي بوزد بي و بي بوزد بي في الولاد أو الميل هما الاتنين بيعملوا لحالة صلاة بولدنس طيب ابلد هيدد مان كاريت تو او ومن ضن تصفر فروم هير فولن بوسف زم ار هايبرد هما الاتنين هايبرد يبقى بولد هيدد هما الاتنين هايبرد بي بوزد بي بوزد بي طبعا الفميل ده نورمال هير قلنا الميل ده بولد هيدد عشان عنده جينه مع المسكلانيتي هر بي بوزد بي بوزد بي خدنا الاولى مع الاولى بي بوزد بي بوزد الاولى مع التانية بي بوزد بي التانية مع الاولى بي بوزد بي التانية مع التانية بي بي طيب يبدوا تقوم بجينج يوجي أنه يوجد جينج ع هنا نورمال هير. بصد يبيضا بول دهيد ، هنا نورمال هير. حين نورمال هير هنكرن كده بسرعة بينهم. السيكس لينكد والسيكس انفليونسي. السيكس permanech دى ما كان enmها فين ؟ على السيكس كروموسون. هنا الفيض Crommaso. Amazing Fire 품. clean right self! هنا عما الوت coma هي كل أسمة الجسدية العادية. These are not influenced by six hormones. هي مش بتتأثر بسيكس живورمون. هي موجودة dinosaur safe الخروموسون بس. هنا بتتأثر بالشيكس هرومون. one of the two genes is dominant على التاني complete dominant هنا single dominant gene influenced بيتأثر بالmasculinity hormone only doesn't express itself مش بيعبر عن نفسه في الفيميل معادة لو في حالة قلنا الفيميل يبقى بيبسط بيبسط الhybrid individual female only احنا قلنا الميل مكانش شايل الـ X أصلا معندوش الـ Y مش شايل للجين أصلا الميل والفيميل هما الاتنين عادي هايبرا وأن الفينوتيبس بتختلف وأن الميل في البيبوزط بيبقى bold headed والفيميل بتبقى نورمال inheritance of gene الفاظر بيدي الجينز للدوتر والزباس والماظر بتدي للصنز والدوت هنا التوبرانس بيورسه الاتنين صنز والدوت دولوسوفلا insect eye color character human color blindness hemophilia short sightedness muscle up هنا في الكاتل horn characters وفي الهيومان بولد نسكر طيب في حاجة اسمها six limited trait the trait الصفات الصفات الاببالنس بتاعتها restricted يعني limited مقصورة بس على جنس واحد يعني صفة البنات بس اللي بتاعمل صفة ثانية الولاد بس اللي موجودة عندها يبقى limited محدودة أو قصرة على جنس واحد بس نتيجة اختلاف six hormones في كل six طيب عندك الملك production انتاج اللبن محدودة على الفيميلز بس ليه؟ لأن الفيميلز عندها هرمونز معينة بتساعد أن الجين يعبر على نفسه زي الكامس الاجلين وضع البيض مقصورة على الفيميل بس زي البيض سطور الفرخ هنا البيض هنا البيض تاني ظهور البيض الدق مقصورة على الميلز بس عشان دي واحدة من secondary six characters في الهيومان يبقى six limited يعني محدودة بجنس معين بس يعني الفيميل بس هي اللي عندها السطودي الميل بس هو اللي عنده السطودي ملك production وإجلينج للفيميل وظهور البيض للميل بيقولك ان احنا في حاجة كده نقولها بسرعة الفحوصات الطبية قبل الجواز بيقولك دي سيريس of medical examination سلسلة من الفحوصات carried out by the people who will get مرك طب ايه فايدتها بيقولك مهمة جدا to be sure that I are free from infectious diseases زي الhypotides the acquired immunity deficiency syndrome aids genetic diseases زي السلاسميا يعني ايه يعني عايز اتأكد ان الاتنين اللي هتجاوز دول ما عندهمش امراض نوعدي زي اثهام فيروس c او aids او عندهم امراض فروسية زي السلاسميا انميا البحر متوسط طيب طب ايه فايدت تاني برضو مهمة giving medical advice هبتدي ادي نصيحة طبية about probability احتمال transmission of previous diseases الامراض السابقة للبرتنر لشريك الحياة ممكن يتعدي منه bad choices اختيارات او بدائل to whom will get married انه هو يبتدي خطط حياته بطريقة لأسر سنين ما صحيح بيقولك marriage of relative جواز القريب من غير معمل medical examination before marriage يعتبر من الفاكتورز العوامل انتشار الامراض الورصية طب ايه همية medical examination giving birth to healthy children هعمل على انجيب اطفال الصحاء limiting spread out of genetic diseases congenital deformities mental retardation هبتدي هبتدي من انتشار الامراض الورصية التشوهات الخلقية التأخر العقل avoiding financial psychic social loads هتجنب الاعباء المالية والنفسية والاجتماعية للناس اللي بتعاني بترعى اطفال عندها مشاكل وراسية طبعا دي الاطلاع فقط بيقولك السلاسيمية دي اطراب وراسي في الدم بيعمل نقص الهيموجلومن وكل خلية الدم الحمرة في الجسم عن المعدل الطبيعي فبتدي الفرد يشعر بالتعب والالهوك ممكن تكون بسيطة وممكن تكون شديدة تضطر يعمل عملية نقل دم يبتدي لازم يعمل رياضة ويمارس نظام صحيح كويس يبقى هي genetic disorders body doesn't make enough amount of hemoglobin and number of red blood cells decrease occurrence of anemia feeling exhausted and fainted ممكن تبقى mild ممكن تبقى severe regular blood transfusion ممكن تحتاج لقل دم and following certain steps with feeling fatig dieting and doing exercise regular ترجمة نانسي